أشكرك حضرة الرئيس والآن نود نعطي الكلمة إلى السيد رئيس الجمهورية الفرنسية أشكرك سيد رئيس المجلس الأوروبي السيد رئيسة المفاوضة الأوروبية السيد سال قال لتوهي أو وصف لتوهي ذلك التخيير في الدهنيات والنهج الذي ننشده وذلك حتى نطبع روح جديدة نطبع أيضا الشركة الأوروبية الأفريقية بروح جديدة واسمحوا لي أن أتناول بعجالة بعض القضايا التي تمت معالجة دون فلقد أكد الرئيس سال على برنامج العمل على مستوى الصحة في مداخلته مشكورا وأعتقد أنه علينا بالفن أن نعمل على التهيئة للمستقبل وعلى التأحب لمواجهة كل الفيروسات الجديدة المستجدة أو الأوروبية الجديدة في المستقبل وهذه مسألة بلغت الأهمية ينبغي أن نركز عليها في المستقبل ولقد قلنا بأننا سوف نزود إذن دول الأفريقية بمئة وخمسين مليون جرعة لقاح بالإضافة إلى ما يتم تقديمه لأفريقيا عن طريق الكوفيكس وهكذا فنحن سنساهم حكما إذن في تحقيق الدول الأفريقية للأهداف المنشودة على مستوى التلقيح كما أننا تطرقنا إذن إلى هذه المراكز الأفريقية السادة التي وصفها وذكرها السيد سال لتوهي والتي يسمحوا لأفريقيا إذن بإنتاج الألوقاتها كما أن هناك كذلك مبلغ مئة وخمسين مليون يورو الذي سيخصص لأفاكسيم بانك وكما ترون فهناك إذن جهود تبدل من أجل تعزيز السيادة الصحية والمالية وتمويلية لدول الأفريقية كما أننا نعمل كذلك من أجل التوصل إلى حل مردن على مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل تكنولوجيتها وهكذا فنحن تمكننا أيضا من المفاق بكل التميزمات التي قطعنا على أنفسنا في باريس وتعرفون كذلك بأن الخروج من أزمة الكوفيد أو جائحة الكوفيد لن تكون سهلة في قرى الأفريقية في الحين أن هناك جيل من الأفريقى شبان الأفريقى بأكملهم الذي هو بحاجة إلى التدريب وتأهيل وإلى فرص العمل اللائقة فكيف لنا إذن أن نفعل كل هذا ولذا فلقد إذن أكدنا لالتزامنا إذن بإعادة بإعادة النظر في حقوق السحب الخاصة بمستوى العشرين بالمئة وذلك حتى نتمكن أيضا من تقديم مئة مليار دولار للقرى الأفريقية وهناك تلك الدولة الأفريقية التي سستفيدوا من هذه السياسة الجديدة في مجال حقوق السحب الخاصة ومنها من سيحصل على مساعدات إضافية أو جنفية كما سيكون هناك كذلك أليات تمويل سيتم وضعها وستكون مكيفة واحتياجة مختلفة القطاعات وتعرفون بأن الاتحاد الأوروبي التزام إذن بمساعدة القرى الأفريقية في مثل هذه المحنة ولقد تم ذكر كل المبالغ التي كرست لهذا الأجانب ولكننا نود كذلك التركيز على البنى التحديث ونهتم كذلك بالجودة والسلامة وبما في ذلك جودة التمويل المقدمة وهناك هكذا مجموعة من الممرات السراتيجية التي تم تحديدها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والتي سأتي تكملة لكل الهيئات والهيكل التي تم ذكرها اليوم والاتحاد الأوروبي سيواكب الدول الأفريقية في جهدها لتحقيق النقلة الطاقية والمناخية وإلى جانب مصر والسنغال والكودفوار وسوف نقوم إذن بشيء ممثل لما قمناه مع جنوب أفريقيا وذلك لتعاني باستراتيجيات تمويلية جديدة مستجدة وذلك إعداداً للدورة 27 لقمة تغير المناخ فعلينا أن نواكب إذن أفريقيا عندما تقبل هذه القرى لعدة النظر في نظامها الزراعي وأذكر هنا إذن الجدار الأفريقي الأخضر وهي مبادرة أفريقية بلغت الأهمية وسوف نساهم في إعدادها ونرى بأن هناك سبيل هكذا إذن إلى زيادة مستوى الآزر فيما بين اتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي فنحن إذن اعتمدنا في اتحاد الأوروبي خطة فيما تعلق بسيادة على مستوى إنتاج البروتين ونرى كيف تقبل القرى الأفريقية على نفس الخطوة ثم هناك كذلك مسألة تانية تتعلق إذن بالجانب المالي المال وتمويل ثم هناك مسألة ثالثة تتعلق بذلك الإعلان الذي أصدرته المفوضة الأوروبية قبل أيام قليلة تتعلق إذن بالشبكة الأفريقية الأوروبية الجديدة فنحن للمرة الأولى سيكون لدينا إذن شبكة من هذا النوع كوستلاسيو وهذه الشبكة ستضم كل الدول وهذه الشبكة وهي شبكة رقمية ستقوم إذن بربط كل الدول الأفريقية ثم فيما يتعلق بالحركية والإجراء أود هنا أن أثمن على الاقتراح المقدمة من النجر والبناء فيما يتعلق بإمكانية إنشاء مراكز التدريب وتأهيل في أفريقيا والتي تسمح إذن بتدريب الشباب الأفريقي على استخدام هذه التكنوليات الجديدة والمستدقة كما أننا نود كذلك أن نساهم في الجهود الرمية إلى القضاء على شبكة التهريب المهاجرين غير الشرعية والاتشار بالبشر وكما أن نساعد كذلك أولاك الذين أعيدوا إلى مسقط رأسهم إلى إعادة إذن بناء حياتهم أما فيما يتعلق إذن بمكافحة الإرهاب في القرن الأفريقية وهي المسألة التي يذهب أبعد من مجرد مكافحة الإرهاب في أسلال الأفريقي والإرهاب موجود حتى في القرن الأفريقي وغير من الماتق هذه من المسألة التي تطرق إليها السيد الفقي بأبي الأمس فعلينا بالتالي أن نعزز هذا النهج التشاركي حيث ستقوم أوروبا بالاستجابة لطلب الدول الأفريقية فيما يتعلق بتمويل التدريب والتجهيز ولنفعله إذن ما فعلته رواندا في الموزنبيق ولقد ساهمنا نحن في هذه العملية وسوف نستمر في المساهمة في هذه العملية ولقد رأينا كيف تمكن الأفريق من حشد طاقاته والإتيان بالحلول مناسبة في إطار إقليمي وإطار المجموعة الاقتصادية لأفريقيا الجنوبية ونحن قمنا على مسواء الاتحاد الأوروبي قبل انعقاد هذا المؤتمر القمة وأثناء فعاليته وبعد انتهائه إذن سنعمل من أجل دعم طلب الدول الأفريقية الموجهة للأمم المتحدة الدول الأفريقية التي تود أن يكون هناك إطارا يسمح للجيوش والقوات المسلحة الأفريقية بالمساهمة في عمليات الأمن والسلامة والاستثباب الأمن بتمويل أممي إذن هذا ما لدي ومرة أخرى أود أن أشكر أيضا كل من شارك في إعداد مؤتمر القمة هاتف نحن كنا أمام رهان هائل ولكنني على يقين بالنسبة من كسبه وشكرا موسيقى موسيقى موسيقى